مر سعداني أول ظهور ميداني له أين نشطها تجمعا شعبيا حاشدا في ولاية باتنا حضره وزير العلاقات مع البرلمان الطهر خاوة وأبرز الوجه الأفلانية ودفع سعداني عن حصيلة الرئيسة بوتفليقة ودعا إلى التصويت على قوائم الحزب العتيد في محلياتي الثالث والعشرين نوفمبر القادم سعداني مرشح لأن يلعب دورا مهما في الساحة السياسية في الوطن خلال الأشهر القادمة حسب ما تسرب من قيادة أفلانية في تجمع باتنا